يقيد رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قصر فرساي بضواحي العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا من أجل رساء أسس أوروبا السيادية بعد صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا الذي كشف نقاط ضعفها وأبرزها نقص القدرات العسكرية الأوروبية والاعتماد الهاء للاتحاد الأوروبي على الغاز المستورد من روسيا حيث كشفت الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوكرانيا نقص القدرات العسكرية الأوروبية بعدما خفضت الدول السبعة وعشرون الآضاء في الاتحاد ميزانيتها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة وبحسب الخبراء فمن غير المتوقع أن تفضي هذه القمة إلى قرارات بل يفترض أن تحدد توجهات سياسية ستطبق في الأشهر المقبلة ويفترض أيضا أن يؤكد مجددا انتماء أوكرانيا إلى الأسرة الأوروبية وإن كان مشروع اندمام كيف إلى الاتحاد الأوروبي غير مطروح إلا على الأمد الطويل في المقابل تتواصل موجة اللاجئين الأوكرانيين الفارين من حدة الحرب الوحشية التي شنتها روسيا على بلدهم وبلغت أعدادهم حوالي المليونين ونصف المليون لاجئ بعد حوالي أسبوعين فقط من بدء الحرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر